السلام عليكم من جديد مستمعين الأفادر نراحب بكم لمفقرة تغذية مع الأستاذة أسماء زريول الأخي سايف تغذية والحنية بريباد وصبوع خاص بالنصائح التغذية للمرأة في جميع مرحلها وتغيرات وتقلبات اللي ممكن كتعيشة مع الجسم ديالها البداية غادي نخصوه للمرأة وهي في سنة المرهقة هاد المرحلة جد مهمة طبعا بناء الجسم صحي وسليم حتى تمر بجميع المرحل ديالها وتغيرات ديالها بسلام أستاذة أسماء صباح الخير كيف سعليك؟ الحمد لله مبارك فيه إذن أستاذة أسماء كيف ما شرنا في البداية أنا أسبوعنا غادي يكون مخصص مليء بالنصائح للمرأة كيفجأنا تكون تغذية ديالها سليمة وخصوصا أن المرهقة هاد المرحلة ديك تكون مهمة تكون فيها نظام غذائي صحي فإحنا اليوم نبدو بهاد المرحلة وغدا إن شاء الله غادي نخصوه لتغذية ديال المرأة خلال المرحلة أو الفترة ديال الدورة الشهرية فاليوم نخصوه كذلك المرهقة ومن بعد عاد نشوفه هاد المراحل الأخرى أو السنة نعم فبالنسبة للمرأة في مرحلة المرهقة هي واحدة المرحلة اللي كتحدد المستقبل الصحي ديالها بحيث أن إذا كان بزنان واحدة تغذية دياله هي جيدة فهي حتى بالنسبة للعيدان ديالها يعني كيتم البناء ديالهم بشكل جيد وأيضا تكون ممو في القمة دياله يعني هادك شي اللي لازم توصلي من حيط طول الوزن كتتوصلي ولكن دابا للأسف اللي كنشوفه هو أن الأغلبية ديال المراحلات فضل المرحلة كتنفاق وراء يعني الموضة ديال الأكل بحيث دابا اللي نسلقى المراحلات ديال 12-13-14 سنة عند هالجسم ديال إمرأة يعني بارغة يعني ديال واحد شاب اللي في العشرين ناس يعني اللي عندنا احتاج المشكلة ديال الغلوغ المبكر عند الفتائيات يعني التغيرات نعم وهد شي كيرجع المدام ديال الحياة اللي نتنتبعوه فولنوا عندنا الدش اللي كنسموه عماد المواد اللي ببارتغباتوه هرمونات هاد اللي ببارتغباتو هادو شلتي عندو كعملو الدبر دياله هرمونات في الجسم نعم يعني بحل شي حاجة مشي الوقت ديالها احنا تناكلوه في الاكل في الاكل مثلا واحد الهرمون ما زال ما خاصوش يخدم مني كنناكلو هادو كل الاكل اللي جيسي تتعامل معهم بحاش الهرمونات اوكي يقول لي ويخدمو لنا يعني كاتولي البنت كاتولها بحل كان ولي وكان ناخدو بحل جرعات من هاد الهرمونات نعم لكشي عليها ولات هاد المسألة ديال البلوغ قبل الفترة لما اني معروفة دياله وكتلقي في السنة نعم وقبلها حتى في الشكل يعني ولي كتلقي بعد الفترة يتصار كالوز ديالهم زائدة ولي تتجبر عندهم الكرش والهرمي يعني ديال المراك يعني اللي ممكن تولدات وعودات فهذه مسألة اللي هي غريبة على المراهقات فهذا السن جد مبكر يلي هذا مني كيجيون هاد الهرمونات يد انا بغن نسميهم الدخيرة اه وله هاد المواد كيجيون من استعمال بلاستيك نعم كيجيون ايضا من الاغذية اللي تتكون مصنعة اه كيجينا اه من يعني الملويتات ديال الاغذية اللي تلقوها يوميا وخصوصا خصوصا البلاستيك يعني هو اكبر مصدر لهاد الملويتات كيجينا ايضا احتى من الاغذية اللي هي ملويتها بالمبيدات وكيجينا بكمية الاثلية كبيرة فقدمك لينا بزاف ديال الاثل قدمك اندخلوا هاد الملويتات اللي الهرمونية للجيساب ديالنا لهذا دبك المصحب اللي يعني لفتاية هدفين هذا انهم يراقبوا الوزن ديالهم احنا متنسك المشهل انهم يتابعوا حمية منحفة وانهم يدون غدائي سحي نعم نقصف سلافو كالوغي كل كميات سوال الحرارية ولكن تركبوا منهم فقط يسلحوا النظام الغدائي ديالهم انهم يتابعوا نظام غدائي طبيعي بالمياه انهم يبعدوا على المقليات على هاد انواع الصندويتشات اللي كل مرة يخرجوا لنا بموضة جديدة نعم عمرا يعني بلاي سولس عما با الملونات للمواد الحافظة ونقتصر بتغذية لكل ما هو طبيعي كيف مكان سحوه دائما اللي هو الخضار المواكي اللحوم الاسماك نعم استداء اسماء اهلا دكر البلاستيك وانا كنت اسماء واحد المنابر اعلامية كيهدروا اخصائيين تغذية على واحد المادة كينفدو كليتاتين رداعات اللي كيشربو لبابي نعم فيهم واحد المادة هي اللي كتعطي هاد نسبة لبنات خصوصا ديالبولو غافسين مبكرة وش هزمين علاقة في هاد الموضوع كده اكيد اكيد كيه علاقة اره دائما دابلنا بسنال اه عندنا بزاف ديال ملوثات لسلقان في البلاستيك وثاف لتاتين واللي اللي زولوه يعني نعم انه بعض الماركات اللي زولو هاد المواد ديال ملوثة نعم ولكن انا سنقولهم دائما انسان يعني يحاول احيد اي حاجة ديال بلاستيك بحدي ما بيضي يتغير غادي ياخد اه مثلا ردعه مش بارئنا نعطيها الردعه نعم لازم انه هالاقل من يكون صغرنا نعطيها الردعه بالزجاج نعم باش ميكونش عنا البلاستيك ديال 3 تاتين والبلاستيك ديال ردعه نعم بمعني انا اسمعوا بزاف ديال مستمعين هاد الموضوع هاده اه جونا اسئلة كتيرا ان شاء الله نخلص صورة واحد الحلقه ان شاء الله كيفاش يختاروا حتى النوع يدي الردعات وليتاتين الامهات باش يكون ان شاء الله صحة جيدة اذا دا ايما احنا نحاولو انتفادار بلاستيك نعم حتى يعني بحل مراحقات بحل مراحقات بحل مراحقات بحل مراحقات بحل مراحقات يستعملوا الورق العادي بورق ديال الأكل باش يقوم بعلوا الأكل ديالهم وعادي احطوه هادك هادك الاسناديقة اللي كتكون خاصة بالأكل نعم استعملوا الزجاج يستعملوا يعني مواد لية آمنة احتفت طبخنا نبعدو على الألميليوم نبعدو في الإينوكس بالدرجة الأولى اه ونبعدو على دوك القوالب ديالي حلوا اللي هم اه يعني يخرجوا لمجداد نعم 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 اه في المطبخ نعم 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 اه لا ماشي مشكل غالبا لا ماشي مشكل ما ممكن بيجادات الاخبارة البلدية عادي تنفعك بالذيال السكري وايضا ما تنفعيش نحيي بالذيال السكار نتبق النفاعل نترك سلو عليها دقيما تبارك العليه والكميات ديال الاكل والتوضيع ديالهم خلال اليوم يالله احمي ديك سؤال تاني الله يسترع لك اختي الله احمي ديك دي رفعت البطنتيات بلاستيك احنا هي؟ احد الخميرة الخميرة؟ لا 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 من الاحسن انكي تخذيها ديالها كما كان قولو تربيها ديال الخميرة تدريها بزجاج و لاف الاواني خذفية ياكي وتغطيها مني تتربيها تقولي تحضيها وستدك تبحين صاف الله يحمي ديك وستدك تبقى سخونة وكنحيدو منها وثني تمرضو وحنا غريب صاف الله يحمي ديك شكرا مرحب عمي مرحبا مرحب عمي مرحبا وستده اسماء زري عن هذه المعلومات اللي قدمتنا اليوم شاء الله خد ان شاء الله ندروه على تغدية خصوصا في المرحلة الجبرة الشهرية اللي ككون محتق لوبات هارمونية كتقل الشهية كالناس النساء اخرى يتكتل لهم الشهية وكيفاش انا نقلوا من دوك الاوجاع على الاسده اسما ازري والاخي السائف تغدية والحنية بالرباط ترجمة نانسي قنقر